أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الأحكام العرفية في أوكرانيا تفضي بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية كما دعا بوتين إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية للتخلص ممن وصفهم بالمتفردين باتخاذ القرارات ضد مصلحة الأوكرانيين ولفت بوتين إلى وجود مرتزقة غربيين في الأراضي الأوكرانية يقدمون أنفسهم على أنهم مدربون عسكريون من دول أوروبية مجددا اعتزام موسكو إقامة منطقة عازلة بعد معركة خاركيف موسيقى 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 ونجعل زونة بزمانة ونحن قد أخبرنا ونحن نتحدث هل تواجه أوكرانيا أزمة عدد وعتاد في حربها مع موسكو؟ سؤال صارت إجابته واضحة فأزمة أوكرانيا بالحرب تتراكم واحدة وأزماتها تتراكم واحدة تلو الأخرى نتابع نقص المعدات وذخائر والأسلحة الضرورية وصولاً لنقص أعداد القوات يضع أوكرانيا في خانة اليك أمام روسيا تقف كييف أمام موسكو في جيشها وفق تصريحات الرئيس الأوكراني 880 ألف جندي أغلبهم وفق زلناسكي يؤدون أدواراً داعمة بعيداً عن جبهة القتال يقابل ذلك تفوقاً في عدد القوات الروسية إذ يبلغ عدد القوات 1.320.000 جندي يقول الخبراء إن الجيش الأوكراني ينقصه نحو 200 إلى 250 ألف جندي لسد العجز أمام الضخ الروسي على جبهة القتال العجز الوضح في القوات دفع زلناسكي للمطالبة منذ أشهر بتجنيد المزيد من الأوكرانيين عبر خفض سن التجنيد من 27 عاماً إلى 25 عاماً الطلب الذي ظل عالقاً في البرلمان لأشهر وافق عليه المشرعون منتصف أبريل الماضي ودخل حيز التنفيذ في مايو لكن التقارير وخبراء يقولون إن الأوكرانيين غير راغبين في الالتحاق بالجيش خصوصاً مع عدم تحديد فترة لتسريح الجنود ومع دخول الحرب عامها الثالث وعزوف الأوكرانيين عن الالتحاق بالجيش وضع القانون عقوبات وغرامات على المتهربين من الخدمة في الوقت نفسه تمضي القوات الروسية قدماً في هجوم بري سيطرت خلاله على بلدة أفديافكا في فبراير الماضي ثم فتحت جبهة جديدة تقدمت فيها في منطقة خركيف شمال شرق أوكرانيا ذلك مع استهداف التواقم ذات الخبرة القتالية في قوات كييف لكن وسط تأهو بروسيا لهجوم في الربيع أو الصيف يركز على منطقة دومباس في شرق أوكرانيا تقابل كييف أزمة تأخر المساعدات الأمريكية لأشهر حتى أنها بعد موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات تلزمها أشهراً لتوفير الإمدادات ما يضع ثغرة جديدة يمكن لموسكو استغلالها ستة ألاف سلاح نووياً بين تكتيكي وستراتيجي أو ألفي سلاح تضمهم الترسانة النووية الروسية أرقام تختلف بحسب التقارير العسكرية ولكن وبعيداً عن الأرقام ماذا نعلم عن هذه الترسانة؟ وما الفرق بين الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية؟ الأسلحة النووية التكتيكية أقل قوة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية والتي يمكنها تدمير مدن بأكملها هذه الأسلحة تأتي على شكل قنابل جوية أو رؤوس حربية للصواريخ قصيرة المدى أو الذخائر المدفعية صغيرة ومدمجة ويسمح حجمها الصغير أن تحمل على شاحنة أو طائرة على عكس الأسلحة الاستراتيجية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن لم تكن الأسلحة التكتيكية مقيدة أبداً بأي من هذه الاتفاقيات ولم تنشر روسيا أرقامها أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها وبين التكتيكي والاستراتيجي فرقات عدة الرأس النووي التكتيكي به حمولة تفجيرية تقدر بين عشرة ومائة كيلو طن والكيلو طن هي وحدة قياس لقوة نووية تساوي ألف طن من مادة تي أنتي أما الرأس النووي الاستراتيجي فيضم حمولة تفجيرية تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة كيلو طن ومداه أطول من التكتيكي وتمتلك روسيا نظامين صاروخيين قادرين على حمل رؤوس نووية تكتيكية الأول هو نظام كاليبر ويطلق من الغواصات والسفن ومداه يتراوح بين ألف وخمسمائة وألفين وخمسمائة كيلو متر والثاني نظام صاروخ اسكندر ويطلق من الأرض بينما يتراوح مداه بين أربعمائة وخمسمائة كيلو متر التلويح بضربة نووية يشمل الكثير من الخيارات ولذلك يجب التفريق ما بين تنفيذ ضربة نووية بسلاح تكتيكي وضربة نووية بسلاح استراتيجي لنتعرف أكثر ما يتردد اليوم على مسمعنا من تهديدات هي غالبا تتعلق بتنفيذ ضربات نووية تكتيكية تستهدف مواقع محددة بحيث لا تتسبب بدمار شامل أو انتشار للإشعاع النووي لكنها أداة حاسمة لكسب معركة ما عبر تدمير مراكز قيادة العدو أما بالنسبة للأسلحة استراتيجية فإنها يمكن أن تتسبب بفناء البشرية فعليا لذلك لا يتم اللجوء إليها إلا عندما تصبح الخيار الأخير لحماية وجود الدولة أو تعرض مواقع أسلحتها النووية لهجوم من الخارج وأحيانا من أجل شل قدرة عدو ما على بذء حرب تقاس القوة التدميرية للتفجير النووي من خلال المقارنة مع حجم التفجير بمادة TNT فبالنسبة للسلاح التكتيكي لا يتجاوز الانفجار فيه المائة كيلو تون أو ما يكافئ تفجير عشرة آلاف تون من مادة TNT لكن في حالة السلاح استراتيجي فأن الحجم يزيد بكثير إذ يمكن أن تصل القدرة التفجيرية لبعضها إلى 100 ميجا تون أي 100 مليون تون من مادة TNT بعد تطوير روسيا والولايات المتحدة لقدرات مشابهة لكن لا يمكن التقليل بحسب الخبراء من حجم الكوارث التي قد تسببها الأسلحة التكتيكية فهيروشيما وانا كازاكي شهدتان على موت أكثر من 100 ألف شخص جراء استخدام الولايات المتحدة لقنبلة الولد الصغير التي تساوي 15 كيلو تون وقنبلة الرجل الثمين التي تساوي 20 كيلو تون وتحذر الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية من أن إلقاء القنبلة النووية تكتيكية واحدة بقوة 100 كيلو تون على مدينة نيويورك يمكنها قتل نصف مليون شخص تختلف منصات إطلاق هذه الأسلحة بنوعيها التكتيكي والستراتيجي إذ يمكن إطلاقها نحو الأهداف عبر الصواريخ الباليستية أو العابر للقارات أو إطلاقها من الجو عبر المقاتلات الحربية أو القاذفات استراتيجية أو من خلال السفن الحربية والغواصات والغواصات ترجمة نانسي قنقر